اهلا بكم من جديد طبعا يعني لقاء العمالقة خيري رمضان واللي بيعمله خالد البرماوية علشان بورسة الكلام عنده اخبار كتير النهاردة بحضرها له فريق قوي جدا وهو بتباعها طول الوقت وجاهز اهلا بك يا كريمة انا وخيري بجملة واحدة عمالقة صعب صعب جدا خيري رمضان لا انا ولا انت ولا لنا دعو بالعمالقة اهلا طبعا اسم جديد خيري رمضان طبعا طيب خلينا نتكلم على ايه اكتر الشخصيات اللي كان عليها اهتمام كبير ونشر اخبار طبعا حسن شحات المدرب التاريخي واكتر مدرب في تاريخ منتخب مصر جاب بطولات كان ليه تصريحات الفيزيونية عمل الجدل كبير جدا اتكلم على المنتخب وحالة الكورة لكن التصريح اللي زع الناس منه وفيه ناس قالوا متفقين ليه علاقة محمد صلاح هو قال يعني ان محمد صلاح مقدمش حاجة للكورة المصرية فيه ناس شايفة ان يلاقى محمد صلاح قدم لصمعة الكورة المصرية ووصلنا نكسر العالم وفيه ناس شايفة انهم ما جابش بطولة بس ده امر تاني ومناش دعو احنا ايه طيب دكتور مصطفى مدبولي وكان يوم ما كوكي بدايته مع مؤتمر ليه علاقة ببنات مصر ثم اجتماعات مع مجلس المحافظين ثم اجتماعات مع لجنة وزارية معنية بالاتفاقات الحكومية والاعلانات الوظائف الحكومية حالي سبع تمن اجتماعات هنعدها مع بعض شيكابالا الاسم الابرز في الاخبار بعد الاداء الرائع اللي حول وغير المباراة مغير شكل الفرقة كلها مباراة ومحمد شريف تفتكر بنفس الوزن؟ لا طيب شيكابالا عمل ثلاث فرص منهم اتنين جنين جن عملوا وجن جابوا وكرة بتاع العرضة هو اللي لعبها شريف جاب جن وضيع جن ميضاش معانا في القايمة برضو ولي العهد محمد بن سلمان ولي العهد السعودية في زيارة لمصر قبل أسابيع من زيارة بايدن للسعودية ويجولة هيكون فيها بدايتها مصر أو الوحدة ثم الأردن ثم تركيا وهم حاليا دلوقتي موجودين وفي وفد كبير جدا موجود مع ولي العامة طبعا الوزير طريق شوقي عشان امتحانات السنوية العامة طبعا وعاديين نقول له الحمد لله بالسلامة لأنه تعبان في البيت وعرفنا أن فيه دكتور رايح له واضح أن عليه ضغوط كتير جدا ألف حمد لله على السلامة ألف حمد لله على السلامة موجود وأعتقد بقى الإشار الجاي ده هتلاقيه موجود في الشخصيات طبعا السنوية العامة وبدأت طيب تعالي بص بسرعة على ايه أهم قصة القصة رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم عشرة النهاردة هي قصة فتاة المنصورة نييرة تعالي بصوا على تعليم بسيط نتعلم الحاجة بسيطة قوي لما بيجي عملية بحث جديدة على موضوع رائج بيتم استخدام مجموعة من الكلمات أنه أنتوا بتخشوا على جوجل وتكتبوها فتاة المنصورة حادثة المنصورة نييرة أشرف حادثة جامعة المنصورة فيديو زبح طالبة جامعة المنصورة ده تقريبا الأكتر انتشار أيوة حضراتكم أو كتير جدا منكم أول ما دوروا بحثوا عن الفيديو يدوروا عن الفيديو فيه ناس ما طاقوش وفيديو الدبح عايزين وفيديو الدبح آه فخدوا بالك يعني احنا مش عايزين نخوف بس خدوا بالك لما تلاقي جوزك يدور على زبح أو تلاقي صديقك أو صديقك فمعش جريمة جامعة المنصورة طالب يسبح زميلته في المنصورة طيب الفيديو زوال الزل ورفض الزواج وقصة طويل تفاصيل الموضوع طبعا احنا عرفناه وكان من أهم الحاجات اللي اهتمت بها سوشال ميديا تصريحات لجدة الفتاة المخدور بيها النهاردة واتكلمت على خلفيات كتيرة اعتقد خيري وكريمة غطوا القصة بتفاصيلها مستمرين كان مع رأي الأستاذة نهاد في الفقرة بتاعتها طيب الردود الفعل على السوشال ميديا ايه أبرز الردود الفعل لأن الموضوع كان مليان بعد قانوني وبعد أمني وبعد علاقة بالتعليم والجامعات والعلاقات حتى سامح عسكر واحد من الكتاب الليبراليين المنضبطين جدا قال لك جريمة جامعة المنصورة اليوم تثبت خطورة أفلام البطاجة على الأجيال وتكشف أهمية اهتمام الدولة بالقضاء على العنف ضد الإناس وقال لك كل شيخ يحرد على قرية النساء بدعوة لبسهن أو أنهن مطايا أو جواري للرجل يجب معاقبته ده وسامح عسكر صفاء صالح زمالتنا الصحفية بيبتقول إيه بتقول إن المشكلة إن معظم الناس بدأت تدور في التربية مش على تربية الإنسان المشكلة إن بناء الإنسان بيجي متأخر أو هي بتقول إيه إن الناس بقت عايزة تبني بيوت خالية من التربية لكن مفيش حد بيبني بناءها حد يشتغل على بناء الإنسان الصناعية الخشاب كان لها تعليق يعني نقدر نقول في الجون بجد والله هي بتقول يا ريت يبقى فيه نظام تأهيل نفسي في الجامعات للطلاب يعني لما نتيجة التنسيق تطلع قبل ما يتقبل الطالب في الكلية لتعمله تقييم نفسي من لجنة متخصصة تشوف هل هو مؤهل نفسيا إنه يعني يدرس مع الطلاب معرفش يا خيري منطقي في بعض الكليات ولا لا بس فكرة التقييم النفسي تظني إنها أمر معتاد ولازم يكون موجود في مدارس والجامعات رومانسية زيادة بس لا طب وفكرة الناس اللي طلعت إن فيه مخدرات ممكن يكون بيتناولها برضو يتعامل كشف دوري على الطلب بس أنا فاكر إن حتى في المدارس الحكومية كان فيه أخصاء اجتماعي وكان جزء من دوره أنه هو يشوف ويرائب عايزة أقولك ممكن الولد ده لو كانت قاعد معه مرة أو مرتين وهو لسه عنده بزور ما هو الأنف ده مش هيطلع بين يومه ليه لأنه يزبح فتاة بيه حبها في الشارع فده معناه أنه عنده يعني تاريخ من الجرائم طيب راجي عامر زيمرنا الكاتب والمشاري إعلامي قال إيه قال بعض التعليقات ليه علاقة إن بعض ناس أدانة المواطنين فيه شوية تعليقات طلعت وقالت إن المواطنين اللي كانوا موجودين هناك ما فيه شهامة فقالك إدانة البعض المواطنين واتهمهم بعدم التدخل لمنع الجريمة نوع من جلد الزاد فلا أحد يعلم حتى الآن على وجه اليقين الوقت الذي استغرقته الجريمة وبيقولك من غير مطلوب من المواطن إنه يسير في الشارع حاملا سكين أو شومة للدفاع عن الآخرين أو التصدي المجرمين وقالك الأهالي قاموا بالفعل اللي بضبط الجاني قبل هروبه وعاز أقولك هو الجاني اتمسك وكان في حالة راح فيها العناية المركزة ووالدته كمان لأنه حاولي موت نفسه لما لقاهم بيمسكوه جدته جالها بجلطة أو حاجة ممتو اللي جالها جلطة المغية يعني الله ربنا يصبرها ده كان مهم جدا جمال حسين قالك لما شفت حدثة منصورة صدمت بس تصدمت الحقيقية لما عرفت إنها نيرة ما فيش كلام قادر أقوله هو زميلها في الجامعة ما فيش كلام قادر أقوله ولا أوصف أوصفه غير إنها كانت صديقة لي من أربع سنين وكانت أكثر شخص هادي ومسالم ممكن تشوفه وده على فكرة مشترك ممتلك كتير جدا من التعليقات عدل عبدالعزيم غنيم دكتور عدل عبدالعزيم كان لي تعليق على بيان جمعة منصورة لسحبته عبدالعزيم غنيم عبدالعزيم غنيم عدل عزيز لأ مش عبدالعزيم غنيم صحابي عبدالعزيم عبدالعزيم غنيم قال لك بيان غير موفق السياغة على الإطلاق ولا يتناسب مع عراق الجامعة منصورة ليه جامعة منصورة تلعب ببيان وقالت فيه إن بالإشارة اللي ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع تواصل عنا ما لدينا دعوة ما كانش عندنا فتؤكد الجامعة إن الحدث ده مش عندنا فطبعا الناس قعدت تلوم على الجامعة مش أول رد ده مش أنا يا لمبي ده حد تاني أول رد تعزي وتقول إحنا بنحقق والأمن بتاع الجامعة مسكوا أي حاجة يعني ده مرة تانية يا خيري ليه علاقة بالأدمن دايما يا جماعة فيه جرائم بترتكب ليه لإن بيه حد أدمن شاب صغير جدا ممكن يكون بياخد ألف جنيه ولا ألفين جنيه قعد على السوشيال ميديا بيكتب ويبعث البيان ويعدي فمهم جدا المسؤولين تتضربوا والناس اللي قائمين على السوشيال ميديا ده مش أمر بسيط ده أنت ما بيسيبش يعني مش أضعف عنصر عندك تحطه على وجه المدفع من ضمن الحاجات الصراحة اللي كانت صعبة إن يطلع بيان منسوب للطب الشرعي بيكلم على الحالة اللي وجدت عليها فلاش تقرأ لفعلة إنه مش مؤكد إنه من الطب الشرعي ده مش شكل طب الشرعي ومفيش خط معلش يعني خطة خوفي ده مش شكل وجواب رسم لا هو مش جواب من النيابة هو جواب من الطب الشرعي ونشر في أكتر أكتر أربع مؤسسات بعته مفترض للنيابة ونحوية عائل مساعدتكم مفيش ختمة يا خالب تحت مفيش حاجة باينة تحت ده تقرير 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 بص هو نشر في أكتر من المكان مش خاطر مشكلة 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 ليس دليل على طبع بس هي المشكلة في إيه بقى مشكلة إن إزاي ده يروح من المستشفى لإيد زملائنا الصحفي ده زكان طيب ده كان هو طيب المخالفات المهنية بعض الناس شافت إن فيه كتير من الممارسات الصحفية اللي كانت النهاردة موجودة في التغطيات زي اللي كان بيكلم عليها خياري فكرة تداول يتم تداول أوراق لسه تحت التحقيق وغير محققة وغير محققة في ظروف زادية إحنا كمان عايز أقول لكم فاجعة عم الفتاة شاف الوقعة وابن عمها وابن عمها وجدتها شافوها جدتها بتقول أنا شفت الصورة اتعرفت عليها من شعرها وعمها قال لقيتوا الناس بيقولوا إن فيه فتاة ودبحت مين بيبصوا لقاها بنت أخوه صعب جدا 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 فيه لسه المجلس الأعلى كان مطلع ضوابط وبيانات اقرأ لو سمحت هات المرسى التاني لو سمحت المرسى تشوف كاتب إيه نشر صورة الضحية ومعلومات شخصية عنها ده ممنوع إحنا نشرنا إحنا كمان وزعنا نشر صورة الجاني وصورة الرقم القوم والبيانات المدونة بها نشر فيديو الواقع يجسد وقاعة القتل استباق تحققات النياب كل جرام جير توكبت النهار للأسر هل يطرى المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة هتتخذ إجراءات تجاه المواقع اللي عملت ده وياريت كمان لأنه لسه من يومين تلاتة كان فيه رخص لبعض الزملاء ها توصيلة والتدريب والرخصة التدريب إزاي التعامل مع الجراء الموضوع مازال مستمر حتى هذه اللحظة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بالمناسبة حتى الثانية دي بينزل أخبار بالمستجدات يعني طيب القصة الأخيرة اللي معانا كانت ليه علاقة بمهرجان الجونة في زحمة القصة تاعة فتاة المنصورة كانت لقطة مهمة جدا ليه علاقة بالجونة وفجأة لقينا أن مهرجان الجونة على صفحته رسمية بيعلن تأجيل فعاليات الدورة الستة بتاعته اللي كانت هتبدأ من 13 إلى 22 أكتوبر والصياغة اللي كان فيها البيان صياغة مبهمة شوية وكان بيقولوا أنهما بيأجلوا يعني لاعتبارات التحديات العالمية يقولوا السدب يعني لاعتبارات التحديات العالمية الحالية يعني بتاعة الأصدقاء من الاعتبارات الاقتصادية وبيقولوا أنها قد تعوق إدفاع الصبغة العالمية والاقيمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها وبيقولوا أن اللجنة هتقوم بالاستعداد لبدائل للدورة الستة هلها هتتأجل هتتلغي هتترحل في معات تاني والموضوع كمان مش باين معلم فدي نقطة النقطة التانية أنه ردود فعل كتير جدا بتتكلم على ليه إلغاء المهرجان حتى خالد دياب المخرج والكاتب العظيم قالك إلغاء مهرجان الجونة خبر حزين جدا بالناحية تاني برضو رحمة فرج مربوحة كان لها تعليق كوميدي لكن بيحمل برضو زاوية من كبير قوي احنا ما كانش ينفع برضو نصف تتكلم على المهرجان المازاريتا وفي كلام من المهرجان المازاريتا أسر عمير الشرقاوي يعني بنت المخرج العظيم جلال الشرقاوي كان لها تعليق صراحة صعب واحد يعني يصفه أكتر أنه مش في محله وبطول أحلى خبر سمعته من سنة إلغاء مهرجان العري العالمي العري العالمي وبتقول يعني في سياق آيات دينية لمبسوطة أن المهرجان تلغى علشان كان فيه لا أنا مش عايز أكمل الموضوع بس هو الفكرة كلها يعني سياق بس ده مهم جدا والفحش والعري سعدون وده يعني صانع أفلام خليجي بيقولك وقف إلغاء مهرجان الجونة حاجة تحزن تحزن كنت بشوف أهم الأفلام والمهرجانات وكان بيدعم عدد كبير من الأفلام الطويلة وفي النهاية عليك إيه؟ السؤال بقى مين بقى عمير الشرقاوي لأن رد فعلها الصراحة كان مستهجا جدا وحتى في بعض الناس حتى من اللي هي شايفة أو كان عندها رأي سلبي في المهرجان زي يرى بتقول مع أن رأي سلبي في المهرجان الجونة نظرا لأن اهتمام الصحافة في تسويق المهرجان مختصر على جانب الأزياء ومع ذلك خسارة المهرجان المفروض أنه بيغدم صناعة السينما وبيروج للسياحة ده شيء سلبي آخر حاجة معنا هي قصة سريعة جدا جدا اللي أهم حاجة تميته بيها رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بعد جولة كبيرة جدا من حاجات كتيرة جدا عملها النهاردة كان فيه بنود ليه علاقة بدبط سوء العقارات زي ما خيره كريمة تكلموا عليه وده موضوع مهم جدا ليه علاقة بالاستلام بوضيعة السيانة ليه علاقة بالدفعات بالمدفوعات أتمنى بجد يبقى فيه اهتمامات كتيرة ومقاوية وزارة الخارجية المصرية النهاردة وكان تريند عالمي ليه علاقة بيوم اللاجئ ما كانش تريند مصري عشان واضحيه مع بعض هو تريند عالمي لكن مصر وصفحة رسمية الوزارة الخارجية عملت منشور بتكلم فيه على جهود مصر فيه استضافة اللاجئين وستة مليون المتهمين بتسريب امتحانات السيانة العامة في خلال ساعتين تقريبا التسريبات بدأت ساعة مسلا تسعة تسعة ونص على نص اليوم الساعة واحدة بصينا لقينا أخبار للقبض عليهم وده برضو انزار لكل حد هتلاعب في نتاج السيانة العامة امتحانات من امتحانات امتحانات لكلية الألسن وكانت لي علاقة بمقطع مطلوب ترجمته من فيلم مرجان أحمد مرجان دي مش أول مرة قبل كده عملوها تاني في فيلم السنة اللي فاتت حزلهم اسراج بي وجنازة والد الفنين أحمد فتحي كانت بقاءة دهم لي وبس أحمد أمين آخر حاجة معنا كانت مهمة جدا أحمد أمين عمل بوست أعتقد إيجابي قوي هو بيكلم على ان هو هينتج محتوى لي علاقة بالأطفال طبعا كان نفسنا أن دا يكون جهد من شركة أو مؤسسة من دولة لكن بداية هو أحمد أمين عنده مشهور وعندنا شهرة كواليسة وهلكم بكرة على الموضوع ده لأنه عنده مشهور مهتم جدا وهلك هيكون من إنتاجي ورزي على الله ربنا يوفاك يا أحمد شكرا شكرا كريم شكرا جزيلا خير ونشكر خير البراموي بعد الفاصل مباشرة من جريمة نيرا النهاردة إلى مقعد الوزيرة النساء في دائرة العنف في دائرة التمييز في دائرة التنمر من وهي طالبة بتنجح أو بترفض شخص وهي عرضة للتنمر والاعتداء حتى القتل وزيرات وسيدات في موقع المسؤولية بيقوموا بأدوار مهمة لكن في نظر كتير من المجتمع بيشوفهم أنهم مش في مكانهم وأنهم وضعوا نفسهم أو وضعنا أنفسهن موضع التنمر والإزدراء والهجوم والاعتداء هذا هو ما سنناقشه مع صاحبة الرأي الآخر نهايد أبوكم صام بعد الفاصل